تسعى الهداف والخطط التطويرية التي تتبنىها الشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لتعزيز البيئة الاستثمارية في مجالات عديدة بما يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 من هنا جاء إطلاق الإقامة الذهبية والتي ستساهم في تعزيز آليات التحول الرقمي في خدمات الإقامة وتقليل الإجراءات الروتينية المعتادة الإقامة الذهبية التي أعلنت عن إطلاقها وزارة الداخلية تعتبر من الخطط التي ستساهم في تعزيز البيئة الاستثمارية في مجالات عدة بما يدعم الاقتصاد الوطني وينسجم مع تطلعات الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030 كما ستساهم أيضا في تعزيز آليات التحول الرقمي في خدمات الإقامة وتقليل الإجراءات الروتينية المعتادة هذه الإقامة غير مقرونة بفئة عمرية معينة وتمنح لأصحاب العقارات وللمتقاعدين وللموهوبين إذ يمكن لهذه الفئات الحصول على الإقامة الذهبية بشكل فوري إذا كانت تملك عقارا أو مجموعة عقارات بقيمة لتقل عن 200 ألف دينار وإذا كان متقاعدا من إحدى دول العالم بدخل شهري يبلغ أربعة آلاف دينار بحريني أو أكثر من مزايا الإقامة الذهبية في مملكة البحرين أنها تمنح تلقائيا ويحق لحامليها العمل في مملكة البحرين وتجدد مرة واحدة كل عشر سنوات ويمكن من خلالها استقدام العمالة المنزلية إضافة إلى ذلك فإنها تتيح الحصول على تأشيرة التحاق للزوجة أو الزوج والأبناء والوالدين ترجمة نانسي قنقر